اشتركوا في القناة حاجة تحركت يعني غيرت مكانها يعني كانت في مكان وراحت في مكان تاني يعني عملت شانجمان للبوزيسين بتاعها يعني كانت في مكان وراحت مكان تاني كده تبقى حاجة تحركتها حصل لها ايه؟ طب ايه انواع الحركة اللي عندنا تعالوا نعرف عندنا نوعين من الحركة في حياتنا نوع اسمه ترانزلاتور وترانسلاتور يعني جاية من ترانسلاتيان يعني حاجة تنقل ترانسلاتور حاجة تنقل من حتة لحت وموومن التاني بريوديق يعني كل بريودي يعني حاجة بتتكرر كل فترة معينة من الزمن يعدي عليها وقت وتتكرر تاني يعني حاجة بتروح وبتيجي حاجة بتلف في نفس الاتجاه لكن ترانسلاتور حاجة مشيت من مكان للتاني. يعني ده حاجة مشيت دين اندروى اا ان اتر. دين اندروى اا ان اتر. تحركت من مكان للتاني. انا رحت مشوار من هنا لهنا. وخلصنا خلص مش هروح المشوار خمسين مرة. لكن البريوديك دي حاجة بتتكرر او موفمان بيتكرر مع الوقت. يحصل له ايه بيتكرر. طيب زي الموفمان بريوديك. الموفمان بريوديك كمان لنوعين. نوع اسمه موفمان يعني اهتزازي. يعني حاجة بتتهز حوالين مكانها. وموفمان تاني اسمه يعني بيعمل موجات. بيعمل نوع من انواع الحركات حوالين. هقول لكم اسهل اجزامبل يفهمكو دا وده. طبعا فيه اجزامبلات كتير غير اللي انا هقولها. لكن اسهل اجزامبل ممكن يوصف الحركتين دول. فيبراتوار الساعة مبندول. عارفيني الساعة اللي زمان عن تيتا وجده دي اللي فيها بندول. البندول ده. البتاع اللي عامل كده ده. ومدور من تحت كده. وبيفضل رايح. يروح للطرف ده. وبعدين يرجع ويروح للطرف التاني. رايح راجع. رايح راجع. ده كده اسهل اجزامبل الموفمان فيبراتوار. في اجزامبلات تانية هنقولها. الموفمان انجلاتوار مش حاجة بتتهز رايحة راجعة وليها نقطة ثابتة. لأ الموفمان انجلاتوار فيه نقطة بتبقى في النص زي المرمي توبة في مية. اللي بيحصل بلاء المية عملت دواير دواير دواير. حوالين داير كده. بقى في ايه? موجات. طيب تعالوا ناخد اجزامبل كمان. عارفين اللي هي الشوكة دي. اكيد شفتوها في المعمل بتاع كده حديد. برضو ما بنخبطها بتروح ايه? عامل رايحة جاية رايحة جاية وبعدين تثبت في مكانها. دي برضو اجزامبل الموفمان فيبراتوار. تعالوا كده نقول بتاع الموفمان فيبراتوار ونشوف بيقول ايه? الموفمان فيبراتوار ده اول حاجة هو نوع من انواع الموفمان ايه? زي ما قلنا فوق بريوديك. يبقى ستان موفمان بريوديك. اول حاجة اقولها ان هو حركة دورية بتتكرر بريوديك كل بريوديك. مين بيعملها? الكار اللي عمال يتهز رايحة كار اللي عمال يتهز. يبقى ستان موفمان بريوديك افكتوية بار لكار بيبران. يعني بيعملو كار اللي عمال يتهز. افكتوية بار لكار بيبران. دي بار اي داتر دي ساة پوزيشان دروبو. يعني حوالين النقطة اللي في النص. پوزيشان دروبو يعني مكان اتزانو. او المكان اللي بيبقى متوازن فيه. او المكان اللي بيبقى سابت فيه. فبنقول افكتوية بار لكار بيبران. دي بار اي داتر. يعني من ناحية و التانية. دي ساة پوزيشان دروبو. او ممكن نقولها ساة پوزيشان دكيليبرا. ساة پوزيشان اي دكيليبرا. دروبو او دكيليبرا. الاتنين معناهم واحد. المكان اللي بيوعد فيه وينام. او المكان اللي بيبقى متوازن فيه. تمام كده؟ جميل. طيب ممكن نقوله بطريقة تانية؟ اه. اه. على فترات محددة. مش انت عرفتوا يعني انترفال الترم اللي فات في المات؟ انترفال يعني فترات. مسافات. يعني من الرقم كذا لكذا. من التان كذا لكذا. فهم انترفال دو تان اي دو. يعني مسافات من الوقت متساوية. يبقى تاني لمaugeمن vibratoire انلا حگفيا بتات هز. هو م YJAT كارر. كي سريقولة ايفكتيه parlه كارر. دي بار اي ده تعال تھ ايداد حרי تاني. من مودع تسيلن. او مودع رعكة. او اول علي موجمان كي سريقولة ديز هكذا.ැ انترفال دا تان اي دو. او موجمان بيقارر في مواد سيب. زي موفمان فيبراتور كده زي موفمان دي كارس ترسطر موفمان دي كارس ترسطر ايه ده هي الاشرة الارضية بتتحرك اه اكيد حسيته بالزلازل اللي حصلت الفترة اللي فاتت الزلازل دي بتعمل ايه بتحرك الارض بتحرك الاشرة الارضية احنا بنقول عليها ده ايه الزلزال الزلزال بيحرك ليه بنقول عليه فيبراتور مش ترانزلاتور لانها ما تحركتش ماشي هي تحركت ورجعت وقفت تاني في مكانها استابت بتاعها كمان عندنا موفمان فيبراتور دي زاتام دي لاماتيير اذا هم بيتحركوا اه تعالوا كده نبص لو احنا بصينا على الماتيير اي ماتيير عندنا بوا مثلا حتة خشب في اطومات كتير مرسوسين هنا هنا كده جنب بعض بس ملزقين في بعض عشان ده سوليد السوليد بيبقى كله ملزق في بعضه تمام فلما يبقى كله ملزق في بعضه كده خشب يبقى الموفمان بتاعهم قليل بيتهزوا بس بالراحة لو حاجة تانية لكد فالموليكولات بعيدة عن بعض شوية او الاطومات يعني فبتهزوا بس بيرجعوا تاني لما كانهم ولو جاز الموليكولات ابعد بكتير برضو بيتهزوا لكن بيرجعوا تاني اي مكانهم فالموفمان ديز اطام ديلاع ماتير كمان بيتهزوا و بيرجعوا طيب ايه كمان عارفين الجيتار الجيتار الكارد بتوع الجيتار مش في هنا اوطار كده في الجيتار عاملة كده الكارد بتاعت الجيتار دي احنا ما بنعمل عليها كده بتتهز وترجع تاني الكارد دولا جيتار ايه كمان لسه قايلين كمان ايه كمان البالانسوار المرجحة عارفين المرجحة اللي انتوا كنتوا بتركبوها ونعوم فيها عشان يعني عشان نوصل لمكان ابعد بتبقى عاملة كده وفيه حاجة كده وفيه هنا المرجحة واحنا قاعدين كده وبنتلع لقدام ونرجع لورة في الاخر بتثبت تاني زي ما هي فين في النص تمام كده احنا كده عارفنا الاجزامبلات بتاعت الموفمان فيبراكور تعالوا بقى ندخل على الحتة المهمة اللي كلنا بنتلغبط فيها دلوقتي انا عندي البندولة اهي اتفقنا البندول دي بتمشي بتروح الناحية دي لها حتة كده اخيرة ما ينفعش تمشي اكتر منها زي ما المرجحة لو وصلت لمكان ابعد من كده ممكن تلف وتتقلب فهو ده دي اقصى حاجة يقدر يروح لها وبعدين بيروح راجع تاني معدي عن نقطة دي بس ما بيقفش بيرجع هنا يروح الناحية دي لنفس المسافة وبعدين يروح راجع تاني مستقر ويفضل يروح ويجي طب ايه اللي بيحصل اول حاجة احنا لازم نعرف ان النقطة دي هي البوافور او دهく typical دي الحتة السبت لو انا سميت دي البوافور ن facultad ا و دي البوافور ب و دي البوافور صي ставه و كده bastو خيال gå احنا قولنا ان دي اقصى دي بلاسمان الدى بلاسمان الدى بلاسمان ماكسيمال اللي يقدر يعملها م تم ذاهام الدى بلاسمان ماكسيمال دي هنسميها أم Пل Gamb Мне تود Okay المسافة اكبر مسافة يقدر يعملها بعيدة عن البوليس احنا البله دة بلاسم's اسمها تمام هناخدهم بالترتيب يعني بالتفصيل بس نقول كل اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي طب خلي بالكم هي راحت كده ورجعت كده ورجعت راحت كده ورجعت كده دي لفة كاملة هي عملت المشوار كله رايح راجع وراحت هنا ورجعت وقفت مكانها ما ينفعش اقول انها كده راحت ورجعت لسه ما راحتش هناك فهي اللفة كاملة او ساعد بنقول عليها أو ليها اسم تاني اسمها أوزيلزازيان أوزيليزازيان ليها اسمي أوزيليزازيان ايه هي دي اللفة كاملة اللي هي راحت ورجعت ورجعت وراحت اللفة كاملة دي لما تمشي من A تروح لB وترجع لA وبعدين تروح لسي وترجع لآ تاني في الآخر إذا يعني مشيت كم مرة أمبليتود بصوا معي مشيت مرة رايحة وراجع هذه اتنين تلاتة أربعة إذا يعني الفيبرازيون كومبليتود فيها كم أمبليتود فيها كتر أمبليتود فيها كم أمبليتود كتر أربع مرات وهنشوفها دلوقتي ممكن تتفسر إزاي كمان يبقى عرفنا أن دي اسمها راحت ورجعت وراحت ورجعت فيها كتر أمبليتود والأمبليتود هي أكبر دي بلاسمن تقدر تمشيها في أي ناحية بعيدة عن طبعا دي حاجة كمان هنتكلم عليها اسمها برياد يعني إيه برياد برياد يعني الوقت اللي محتاجها عشان تعمل الفيبرازيون الكاملة دي التان اللي هتحتاجه عشان تروح وترجع وتروح وترجع يعني التان بتاع الأربعة دي اسمه برياد دي حاجة كمان اسمها فريكنس ايه الفريكنس دي التردد يعني ايه التردد دي يعني تهزت كم مرة في السجاند يعني راحت ورجعت كم مرة في الثانية يعني عملت كم فيبراسيون كمبلات في السجاند الوحدة ايه الفريكنس دي لو تاخدوا بالكو ساعات بتلاقوه دي بنلاقي اليونيتيد المزور بتاعتها اسمها هارتز الهارتز دي بنلاقيها عالتليفزيون يعني اتكرر كم كدر في التليفزيون في الثانية الوحدة وكل ما زاد الهارتز كل ما كانت الصورة احلى لان اتكررت كدرات كتير قوي فخلت الحركة طبيعية تعالوا كده نقولهم بالتفصيل حتة حتة مع بعض اول واحدة فيهم الامبليتود واتفقنا ان الامبليتود دي هي هو البعض الاكبر من نقطة الكيليبرا فنقول عليه تمام؟ طيب جميل حلو خالف عاملة ازاي هي الامبليتود دي لو انا جي ترسمها جرافيك ما خلوا بالكو السيانس وبالذات الجزء اللي زاي ده الفيزيك بيحب قوي الجرافيك يعني انا لو جي ترسمه هرسم كده ودي كده هو دي البوين دي كيليبرا او دي البوزيسيون دي كيليبرا انا تحركت من هنا طلعت الفوق وانزلت تاني تحت شايفينها عملت ايه؟ تحركت طلعت الفوق رجعت البوزيسيون دي ربو المفروض عشان اكمل انزل تحت والفي طب تعالوا ناخدها زي ما هي كده ونشوف ايه اللي حصل ايه اللي حصل هنا انا تلعت روحت بعيد اهو وقفت هنا رجعت تاني يبقى دي ايه؟ امبليتود ودي ايه؟ امبليتود شايفين؟ او بس هو ده ارتفاع الامبليتود لاني بطلع وبنزل فانا بروح وبرجع يعني بلغة المات بطلع بوزيتيف وبنزل كاني بنقص بالمو هرجع تاني للبوزيسيون دي اجي هنا دي كده امبليتود اه ودي امبليتود لكن لما باجي حسب الامبليتود اهي يعني دول كده اربع اما اجي اه وبعمل لي دي الامبليتود مش عشان دي كلها امبليتود واحدة لا عشان دي عبارة عن الارتفاع اللي انا وصلت له هرجع انزله تاني يعني معنى كده من هنا لحد هنا دي اسمها لان فيها 4 لان انا عديت على most pu مرتين في نفس الاتجاه يعني ايه مرتين في نفس الاتجاه يعني انا هنا طلع شايفين اهي كده طلع انا هنا عديت على most pu بس انا نازل هنا هرجع لها تاني وانا هكمل واطلع فكده انا عديت على most pu مرتين في نفس الاتجاه دي كده اسمها vibration complete طب لو انا جيت احسب دي دي vibration تابدي ايه نست vibration يعني دول 1,5 vibration complète يعني 3 sur 2 vibration complète تعالوا ان شوف ال vibration complète بن قول عليها ال vibration complète هي ال موفمان اللي بيعملو كور زي منا لس ايلا قان joking دفعس س�� مشاملو كور زي موفمان انا ابه قدم بكتسار بست احنا زر لوك الاوأر انشاء الله في مكتوب كل حيج ایفیکت applauding part-le-case برعس يعني كور اللي بيتيز قان ایلو تابدي شهر چهد بيعملو كور عرف كالكنك دو فوا سكسسيف دان لمام سنس. انا مادام بس انتي قلتي انه لما يعدي بالبوين دروبو اما هادي بوين من ضمن البوين بس هو بيقول انه ممكن اي اتنين بوين اه هو ريكو حالا يعني ايه اي اتنين بوين دو فوا سكسسيف دان لمام سنس. تعالوا كده نرسم غرافيك تاني. ادي الجرافيكة هو. ودي الخط بتاعنا. ودي الفبراسيون عملت كده. تعالوا نشوف كده. لو انا قلت اني ابتدت من هنا فانا هلف كده وهقف هنا دي كده. طب افردوا انا قلت لأ انا عايز ابتدي من هنا. شايفين انا ابتدت من فين? اه. ادي امبليتود. وادي التانية. ادي التالتة. وادي الربعة. اهي. عدى بنفس النقطة دي. هو طالع هنا. وهنا كده هيبقى اطالع تاني. فدي بوين سكسسيف نفس النقطة. بس ايه? واحنا في نفس الاتجاه. هو يعتبر هنا دي نفس النقطة على فكرة. بس هنا ايه? في اتجاه مختلف. مش زيه. فدي كده تبقى تمام? جميل. طيب تعالوا معايا نشوف البرياد. احنا اتفهمنا انه البرياد هو التان اللي بتاخده انه البرياد هو التانية. يعني انا لو قلت ادي كلها في دو منت. تعالوا كده انشوف احنا عندنا كم بزرع ادي اين وده. يبيقى reaction ادي دو بزرع ادي دو بزرع ادي. فانه ادي يهي تنع نقرة الثوجي عن ثليتزازًرة ث Abu ثالثت انا الآن الوقت ل stata snapped الغتا START هو بالفعل ما سوف تحاصل patents لسيقاند أعمل فواي 60 تمام فأنا هنا أعمل تفواي 60 ديفزي بار عدد الفيبرسيان اللي هو 2 ستطلع 60 سيقاند يعني 1 minute لو أنا عايز أحسبها بالمنوت جميل؟ تمام طب تعالوا نشوف آخر ديفنسيان معنا في اللقاء وهي الفريقانس فريقانس فريقانس قولنا يعني التردد قولنا يعني عدد اللي هتزازات اللي بيعمل يبقى نوبر ديفيبرسيان كمplete إفكتوية en 1 سيقاند اللي بيتعملو في في سنية واحدة en 1 سيقاند يعني الفريقانس بتساوي نوبر ديفيبرسيان سور التان والتان لازم يكون بي بالسيقان إيه يا مادام؟ مش ده عكس البيرياد آه يعني معنى كده أنه الفريقانس هي الانفرس دولا برياد آه ما احنا ممكن نقول إيجا 1 سور تي لأن البيرياد السيمبول بتاعها كمان تي أعتقد أنني ما كتبتوش في السطر اللي فات أو ما كتبتش يبقى هي السيمبول بتاع البيرياد تي فهي 1 سور تي ولو أنا عايزة تي هتبقى 1 سور F طب أقولوا كده أن أنا ضربت حاجة فو الأنفرس بتاعها يعني إيه ضربت حاجة فو الأنفرس بتاعها يعني لو سبت دي تي زي ما هي وشلت الأف دي وحطت مكانها 1 سور تي اللي بيحصل دي تتعمل سيمبليفية مع دي تديني 1 أي نمبر يتضرب فو الأنفرس لو تفتكروا بيديني 1 يعني أنا لو عندي 3 سور 2 وضربتها في الأنفرس بتاعها 2 سور 3 هتطلع عليكم سأتقال 1 فأي نمبر فو الأنفرس بتاعه يديني 1 كمان عايز أقول حاجة خلي بالنا من حاجة دلوقتي أنا عندي التان عندي التان اللي هو البريود والفريقانس عكس بعض زي ما احنا بنقول يعني في بينهم عكسي يعني كل ما ديها تزيد يعني لو دي 3 فتبقى دي 1 sur 3 لو دي 5 زادت دي 1 sur 5 بتقل فهم عكس بعض لو دي زادت دي حصل له ايه فلما بنلاقي حاجة عكس بعض بنقول عليها بينهم يعني لو واحدة زادت التانية تقل واحدة قلت التانية يحصل له ايه تزيد بينهم نرسمها ازاي احنا قلنا ان الفيزيك بتحب الجرافيك بتترسم كده ما بين الفريقانس والبريود اللي هو التالي طب تعالوا نحل كم كيستيان كده لو انا عندي البندول بتاعي اهو وعندي هنا دي نقطة ايكس وهنا دي نقطة ايجراج دي كده بيبراسيون كاملة لا يا مادام همالدي ايه دي مشي وراح لسه مرجعش احنا اتفقنا مادام ابتدى من هنا يبقى لازم يرجع لهنا يعني دي نص بس راح بس يعني دمين بيبراسيون طب ايه هو عايز مني ايه عايزني احسب الفريقانس تعالوا نحسب الفريقانس الفريقانس كات ايه نمبر دي بيبراسيون كاملة سور تان ان سيغاند على تان بيس سيغاند طب هو عادة دي لبراسيون كاملة كامل هل ستألي النص يعني دمي يمكن اكتبها 1 sur 2 او اكتبها 0,5 كزي ما عقبني سور تان ان سيغاند يعني دي بيزي بار 0,02 يعني تتلع معاي 25 هرد انا كده جبت اله الفريقانس شايفيه نعمال تيه تعالوا معاي نشوف حاجة كمان في بروبلم كده موجودة حتى في هي عاملة كده وده كده وعملين مربعات كده كتير 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 هنشوف لازمتهم ايه دلوقتي وجايين هنا حطين الزرو وعملين كده وكده كده كده تمام وبعدين بيقول لي انا عندي هنا دلوقتي التان هنا خلص عندي 0,08 ده التان ودي الدبلاسمان وعايزني احسب الperiod اللي هو الت الperiod الperiod ده اللي هو ايه التان سور نمبر ده فيبراسيان عدد البيبراسيان طب هو التان اللي هنا قد 0,08 طب انا عندي كم فيبراسيان احنا تعلمنا نعدهم هنبتدي من هنا يبقى 1 حد هنا 2 دول كده ايه 2 فيبراسيان يبقى هعملها ديفيزي بار 2 يبقى 0,04 سجند طيب جيبا ده قال لي انا عندي نفس الرسمة هي نفس الكاروهات هي طلب مني اعمل ايه طلب مني ازود الفريقانس اعمل ازود الفريقانس للدبل من غير ما جي جنب هي فين يعني ايه دي يعني دي طلع على الغاية انكروا فانا هنتسيب هحافظ على نفس الطلع بس اوه عايز يزود الفريقانس يعني ازود الفريقانس سننكمل الكاروهات دي ازود الفريقانس هو خانون الفريقانس يعني نومبر ده فيبراسيان سور التان ازود الفريقانس عشان تزيد الفريقانس لازم النومبر ده فيبراسيان يزيد في الفراكسيان عشان نزيد لازم زود اللي فوق. فعدد الفيبراسيون هم. وانا هنا كان عندي كان فيبراسيون دو. انا عايزة زود عددهم. بصوا هزود عددهم ازاي? لو انا هبتدي من هنا هم. ده الزرو. حب زود عددهم بس بنفس الامبليتود. هي المفروض كانت كده. لا انا عايزة اكتر. فانا هروح عاملة كده. اهو. كده اهو. انا كده عملت فيبراسيون كاملة. واحدة تانية هي. واهي. اتنين. تلاتة. اربعة. طب يا مدام احنا ما زودنش ليه عدد الفيبراسيون. ما زودنش عشان احنا عايزين نوصل لنفس المكان اللي عنده زرو فرجل زرو ويت. يعني انا عندي هنا زرو فرجل زرو ويت. فانا عايزة اقف عند نفس المكان. انا هو. ما قليش هاتي حاجة نحية التان ولا الامبليتود. هو عايزني برضو اطلع كارو واحد وانزل كارو واحد. لكن انا ممكن اعمل ايه. المسافة دي تبقى اصغر. هطلع نفس الكارو بس عدد الفيبراسيون يزيد. طيب. واحدة كمان قال لي. انا عايز اغير الامبليتود تبقى للدبلة. لكن اصيب الفريقونس زي ما هي. ايه ده يعني ايه. انا عايزة الامبليتود تكبر. بس الفريقونس ما تتغيرش. يعني ايه الفريقونس ما تتغيرش. يعني النمر دفيبراسيون تمبلات عايزينه زي ما هو. طب ازاي يا مادام. تعالوا نركز. عدد الفيبراسيون عايزينهم اتنين برضو. اتنين برضو. هو كان عامل ايه لو ده الزرو. هو كان عامل كده صح? اه بس هو قال لي زودي الامبليتود للدبلة. دي الامبليتود انا عايزة عاملها الدبلة فانا هطلع كده. فعد نفس عدد الكاروهات وهطلع دول. وهرجع انزل زيهم. اطلع دو. وانزل دو. واقف عند هنا عشان دا نهاية الزرو فرجل زرو ويت. كنت انا عملت ايه؟ ده المطلوب مني في الكيستيان زي اللي كانت مضايق ناس كتير. فنخلي بالنا هو عايز مننا ايه؟ عايز نزود ايه وننقص ايه. طيب لو انا جيت قلت انا عندي دلوقتي كيستيان زي دا وبيقول انا عندي ايدي. دي كده ديس. ودي كده البندول ده عند 20. والبندول ده عند 30. والبندول ده عند 25. من كده? من كده? من كده احنا قلنا الامplitude اكبر ديپلسمان. او ديپلسمان ماكسيما. من اكبر واحدة؟ هيا 30. هيا دي اللي تنفع تكون امplitude. ها حاولنا ازلوكو تاحت الفيديو. كيستيانات كتير وو بروblemات كتير بحس نحل كتير ونتدرب كتير ومعهما ربانس بتايد. مرسي لكو خالص و باي باي.